هلا والله جلسات النكد بتاع برج الحوت اتفقنا ان برج الحوت يعيش في عالم منعزل لوحده فيه شوية قيم انسانية اسمها المدينة الافلاطونية فهو بيتخيل ان الحياة عبارة عن مدينة منعزلة هو عيش فيها لوحده وبقيم مختلفة واخلاقيات مختلفة وكل البشر اللي برا اللي هو ما يعرفهمش هم كائنات فضائية ومختلفين عنه تماما في كل شيء وبالتالي يحدث حزن في داخل برج الحوت او زعل او استغراء لانه مش عارف يجمع ما بين العالم الواقعي والعالم الخيالي ما بين الناس اللي برا اللي هو بيعتبرهم وحوش وبيقطعف بعض ومجرمين وكلهم اتل وكلهم حرمية وكلهم منفقين وكلهم خدعين وكلهم كدبين وبين هحط لكم دلوقت الصور بتاع المدينة الفاضلة بتاع افلاطون المدينة الافلاطونية الفاضلة المثالية التي لم تخلق بعد ولن تخلق اصلا لان احنا عايشين في عالم واقعي فيه الخير وفيه الشر فيه الليل وفيه النهار وبناء على كل ما سبق فان برج الحوت يبحث عن الحزن ويدوره تدوير ويبحث عن المدينة الفاضلة وعن المثل العليا والاخلاقيات العليا ويبحث عن الفلسفة طيب خلاص دورنا عن الفلسفة ودورنا عن المثل العليا ودورنا عن المرار الاسود ده وبعدين نفترض ما فيش خطأ في الدولة نفترض يدور بالغصب بالغصب على الاخطاء اللي موجودة او من المحتمل ان توجد هبا 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 احنا كده شكلنا مش هنخلص مع برج الحوت شكلنا اتورطنا مع البرج ده ولازم نزبدله ونبهدله احلى بهدله لازم وبناء على كل هذه الاشياء يلجأ برج الحوت الى جلسات الفاضفضة والاحزان وكل شوية يتصل بيك بالليل ويقعد يفاضفضلك ويديك المكالمات بتاعته سبق انا واتكلمت ان البرج ده نيكا دي والبرج ده كئيب وما ادانيه بعيش طالله وسبق واتكلمنا في كل المواضيع دي والاتصال بعد الساعة 12 بالليل لكن احنا مش عارفين ليه هو بيعمل كده هو ليه بيعمل كده ما هو السبب الذي يدعو برج الحوت انه يعيش في المدينة الخيالية الافلاطونية الطاهرة الزكية المباركة ما هو الشيء الذي يدور في داخل برج الحوت يجعله دائما نيكا دي وكئيب ودراما ومعزول عن الواقع السبب انه هو يعيش في المدينة الافلاطونية داخل رأسه ده السبب ولو طلع من المدينة دي وعاش في ارض الواقع وتحدث بمجريات الواقع لكان خيرا له وخيرا لنا ويفكنا شوية من الهم اللي هو بيجيبه ده ويفكنا شوية من الدراما الرخيصة اللي هو عايش فيها اما بقى الناس اللي عايشين في العالم المثالي التخيول الوهمي ويجب ان نكون اسرة واحدة ومش عارف نحب بعض وان الزئب يرعى الغنم ياخي انت عايش فين انت احنا بشر عايشين في ارض الواقع في قوانين بتطبط عالم الواقع اكتر من كده لذلك ما ينفعش رئيس جمهورية يكون عنده زحل الحوت مثلا وللأسف الشديد ان في رئيس جمهورية عنده زحل الحوت للأسف وده برضو الله اعلم كيف حكمه هيكون موجود او كيف السنوات بتاع الحكم بتاعته كيف هيكون شكلها على العموم زحل الحوت وكل الكواكب التي تقع في الحوت هي كواكب تدعو الى الخيال بشكل او باخر وتدعو الى الانعزال او الى العزلة بشكل او باخر والكواكب من وجهة نظر يعني ما منهاش اي فايدة في الحياة فلذلك المدينة الفاضلة الطاهرة الزكية اللي في دماغ برج الحوت ليست موجودة في ارض الواقع ابدا ويستحيل وجوده في بس واحد رجال كان من برج الطور هو اللي حاب يعمل المدينة الفاضلة الطاهرة دي ومع انه كان المتخلف من برج الطور وخد الناس وقال لهم احنا نعمل الجنة على الارض وعايشهم في عالم تخيولي كده وفي الاخر عطاهم السينايد وقتلهم جميعا والحدثة دي مذكورة ومعروفة كيف هو يقنع الناس انهم يروحوا معاه يعيشوا في عالم منعزل ما فيهوش اي اديان كل الناس سواسية الابيض مع الاسود مع الغني مع الفقير مع المؤمن مش مع المؤمن وفي الاخر يقولهم علشان تدخلوا الجنة لازم يعني تقتلوا نفسكم او لازم تبلعوا السينايد وكانت اكبر حادثة انتحار جماعي برضو كانت بسبب الافكار الانعزالية المتخلفة دي طبعا الراجل ده اسمه جيم جونز ابحث عنه في اليوتيوب او في الويكيبيديا او في اي مكان هتلاقيه ابحث عنه في جوجل جيم جونز كيف عرف يلعب في دماغ الناس وكيف عرف يقولهم يلا بينا نعمل المدينة الفاضلة الافلاطونية الطاهرة وسوف نعيش في سلام وفي جنة الله على الارض وفي الاخر قتلهم جميعا فلذلك النهايات الخيالية او النهايات المأساوية للقصص الخيالية دايما بتكون مأساوية يعني النهاية المأساوية بسبب شيء خيالي او شخص كان له نهاية خيالية زي الواحد اللي كان هلبس مثلا جناحات وروح اطير من فوق جبل مثلا ويقع من فوق الجبل ويقصر مصيبة 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 يا اخي ما ينفع كده مصيبة سودة الناس اللي بتعيش في الخيال الخيال مضر بالصح ويسبب الوفاة وما منوش اي فايدة الخيال الموجود في عقلية برج الحوت وعدم الواقعية الموجودة في برج الحوت هي سبب النكبات على الارض وسبب البلاء على الارض كيف استطاع انه يعمل كده كيف كيف ادر انه يقنع الناس بكده ربما يكون عنده قواكب في الحوت انا مش فاكر خريطه بصراحة انا سبق وحللتها لكن مش فاكر ايه اللي فيها بالزبط ولكن الفكرة نفسها فكرة المدينة الفاضلة الافلاطونية دي موجودة في راس برج الحوت خصيصة وهو اكتر من ينادي بها حتى اتباعه ممكن تلاقي معظمه من المخدوعين من برج الحوت زي الشخص اللي بيعمل تفجيرات انتحارية علشانه الحور العين يلبس حزام ناسف ويفجر نفسه عشانه الحور العين كده الافكار المجنونة كلها دايما تلاقي عند برج الحوت صاحب الافكار الغير واقعية تماما ابدا تلاقيه في البرج ذا